بسم الله الرحمن الرحيم في اليوتيوب اللي فات تكلمنا عن الدياتومات بالصفة عامة وتكلمنا عن الاحتياجات الحيوية لها وان المادة بتاعت الدياتومات مادة معتمدة من الاتحاد الاوروبي في شهدات اللي كسرت كسماد وكمبيت حشري وكاضافة للعلف وتكلمنا عن اعراض نقص السيليكوم في النبات واعراض نقص سيليكوم في الحيوان واعراض نقص سيليكون في الانسان وان النقطة المهمة جدا اللازم نحطها في الاعتبار ان اكتر من تسعين في المية من الامراض البشرية بسبب نقص السيليكون بعد رفع الفيديو على اليوتيوب جات لنا بعض السفسارات الحقيقة كلها السفسارات مهمة كان واجب نجاوب عليها بس الفيديو الاولاني كانت مدد قصيرة ما قدرناش نجاوب على كل حاج فالان هنجاوب على بعض الاسئلة اللي هي الاكثر حيوية والاكثر احتياجا للاجابة في ناس عندها دياتومات من اصل غير عزب مية مالحة زي بحيرة قارون المعروف الجيولوجيا ان مصر ما فيهاش بحيرات مية عزبة خالص اول بحيرة مية عزبة في مصر كانت بحيرة الساد العالي ودي نشأت بنشأ الساد العالي وعمرها من سنة الف تسعين وستين يعني خمسين سنة او حاجة زي كده انما البحيرات اللي احنا بنتكلم عليها دي عمرها ملايين السنين وعندنا بحيرات مية ملحة زي بحيرة قارون وغيرها والدياتومات بتعيش في الماء العزبة زي ما بتعيش في الماء الملحة بتعيش في الماء المجارب هي المخلوق الاكثر تعدادا على وجه الارض اه انما فيه اختلاف كبير جدا في المواصفات الطبيعية والمواصفات اه الكيميائية تركيب الكيميائي بتاع دياتومات الماء العزبة ودياتومات الماء الملحة اه الفريش كوتر دياتومز اللي هي دياتومات الماء العزبة هي اللي احنا بتتكلم عليها وبنقول مواصفاتها والبارتكل سايز بتاعها والشكل الماكروسكوب بتاعها ده طوامة الماء الملحة مختلفة تماما لانها فرق اساسي انها من اصل ماء ملحة وبالتالي ففيها املاح الماء الملحة اضافتها للحيوان والنبات بتضر مش بتفيد نتيجة وجود الاملاح اللي هي بترفع ملوحة التربة مع الاضافات المستمرة وبالتالي بتدمر للمزرعة بالكامل ده طوامات الماء العزبة الاضافة بتاعتها الحد بتاع السمية بتاعها كلمنا عنه في المحاضرة الفاتت وقلنا ان هي بتتحط كيلو واحد فقط للفدان على تلتمية لتر مية هي بتزوب في المية وبتدينا التأثير بتاعها نتيجة الجزء اللي ده في المية وجزء اللي ما دهش في المية شكله ماكروسكوبيا زي الاسفنجة كده بس حاجة ماكروسكوبية لما تتكبر سبعة اناف مرة تقدر تشوفها بالعين المجردة لما بتشوفها بالعين المجردة بتلاقيها شكلها عامل اه زي الامواس كده زي الازاز المكسر فيها شرب ايجيس دي اللي احنا بنستند عليها في ان اعتبارها كمبيد حشري بتبيد الحشرة نتيجة الامواس دي ان الحشرة اللي بتمشي عليها بتضمر رجليها لما بتاكلها بتضمر رشاء المبطل للفم لما اه بتتحط مع البذور المخزونة وتتحرك الحشرة في السابة بتقطع الكيوتيكال سيرفس الطبقة القشرية الخارجية بتاعت الجلد بتاع الحشرة اللي بتحميها ضد الجفاف وتمتص السوايل اللي موجودة في جسم الحشرة انها تمتص ربعمية في المية من وزنها مية فالحشرة في الحالة دي بيتموت بالتجفيف عشان كده هي بيتموت الحشرات ابادة طبيعية وليست ابادة جهازية وبالتالي ملهاش حد سمية ملهاش اه فترة زمنية لازم على ما النباتة يمتصها او او لا ممكن ترش دلوقتي وممكن تاكل في نفس التوقيت ومعندكش اي مشكلة اه التركيب الاساسي بتاع الدياتومات اللي هي الفرشوتر دياتومز من المنجم اللي احنا بناخد منه في موزنبيق ان هي من خمسة وتمانين الى تلاتة وتسعين في المية ساني اكسيد السيليكون وزائد اتنين وتلاتين عنصر بالغة النضرة بعضها من المواد السقيلة ولكن نسبة وجودها في المادة اقل من عشرة في المية زي ما قلت المرة اللي فاتت اقل من عشرة في المية من المسموح به في الغذاء ودي برضو بيحتاجها النبات وبنسبة كبيرة جدا وانا لما بكلم على السيليكون بكلم على باقي العناصر فيه لان هي تمثل احتياج حقيقي للنبات بالنسبة لدورها في الملوحة لو احنا فهمنا كويس قوي المودف اكشن بتاعها في النبات هي بتنتص بمجرد رشها على النبات ورقيا او في المية الري بتنتص من الجزور وتعمل تسجيج لقدار الخليل وبالتالي تسجيج للسيرفس بتاع النبات فلو كلمنا عن الجزر بتاع النبات اللي هو اللي بيتأثر بالنروحة عندي بيبقى عليه غلاف من السيليكون هذا الغلاف من السيليكون بيبقى بالنعومة الكافية اللي تمنع ترسب الاملاح عليه الاملاح بتأثر على النبات ازاي انها بتترسب على الجزر بتاع النبات وتبدأ تعمل ضخ عكسي للمية بدل ما النبات بيمتص المياه من التربة لا الاملاح دي بوصفها تركيز اعلى بتمتص المياه اللي في النبات خرايها للتربة تاني لما احنا بنشكل الجدار الزجاجي على الجزر بيمنع هذا التأثير وبالتالي بتبقى الملح موجود ولكن تأثيره غير موجود ويبقى الاسموزز بتاعت النبات وخضرتها على المتصاص المياه في وجود الملح عالية جدا فتأثيرها الملوحة مشاهد وبالتجربة مشاهد وبالتجربة تقدر تجربوا واحنا عندنا تجربة اتعملت في اه مركز بحوث الزراعية مع الدكتور اسماع عزة في قسم الاعلات مع الدكتور اه محمد اه هفتكرلكم اسم دلوقتي على البرسيم وكنا بمتعمدين نحط مياه ملحة نروي بيها الكنترول ونروي بيها الشاهد اه ونروي بيها التجربة مقاررة باضافة الدياتومية على التجربة والنتاج كبيرة جدا وهنشور لكم صورها ان شاء الله. يعني نقدر نعتمد ده ان هي مثلا ارض في المية الملوحة فيها خمس تلافة او ست تلافة. ممكن. اه اقدر ان انا ازرع فكافية استخدام بقى المنتج ذات نفسه مع الملوحة دي. يعني هل بيترشب على في الزرع? هل بيتحط جنب الزرع? هل بيتحط في النقطات? ايه كيفية تستخدامه في الملوحة جيدة? السؤال حضرتك وجيه. احنا بالنسبة للمية الملحة والتربة الملحة. اه وبالنسبة حتى لشيء تاني غير الديماتو ده بالنسبة للهلوك مع الفول بنجيب البزور قبل الزراع بتاعتها وبنضيف عليها الدياتومات مع اي مادة لسقة زي العسل اللي سويت زي الصمغ زي ده ده وبنقلبها تقليب متجانس بحيز بتعمل تغليف للبزرب الكامل وبعد كده بنعمل عملية البزار بتاعت المحصول بتاعنا فبتبقى من اول اللسان اللي ابتدائي اللي هو الجزير اللي بينشأ مع بداية اه وضع البزرة في التربة بيبقى هذا الجزير الجزور التالية بتبقى اه محمية من الملوحة وبنشوف اثرها لانها بنحط مجموعة كشاهد بدون اضافة ومجموعة باع الاضافة وبنلاقي الفرق موجود بصفة انا شخصيا بقراها في نفس اليوم او تاني يوم يعني الاثر بتاعها بيبان زي ما احنا كده بنخش مثلا البستان بتاع العنب او الكرمة بتاعت العنب وفي بداية الانتفاخ بتاعت البراعم بتاعتها بنقدر نقول ان خلاص بدأت السوائل تتحرك اه جوه للساق بتاعتنا فده نقدر نقراه في البراعم الجديدة الناشئة وهي لسه قبل ان تنشأ مجرد انها بتنتفخ خلاص عرفنا ان بدأ يتحرك حتى في البرد اللي احنا عايشينه النهاردة ودرجة الحرارة المنخفضة درجة الحرارة اللي وقت اتناشر اللي بيحصل فيها سكون للنباتات بتخرج النباتات من طول السكون وتشتغل كأن الدنيا دافية والحرارة اربعة وعشرين خمسة وعشرين يعني المعاملة بتبقى معاملة للبزرة نفسها المعاملة الابتدائية للبزرة نفسها طب لو شتلة لو شتلة بنحطها تعفيرا على الجزور الخارجية للشتلة سواء اللي خارجة من الكيس او القصيس بتاعي بحيس بحصل لها الصدمة نتيجة الملوحة العالية في بداية حياتها وبنضيف لها جراعات بعد كده تبقى للملوحة بتاعت المية عشان يبقى عندي توازن في الاداء. طب اه برضو عشان ناس كتيرة برضو كتبتسأل على المنتب وازاي تحصل عليه. طب مقر الشركة بتاع سيادتك او ممكن وفر لهم المنتج ازاي? المقر بتاع الشركة احنا اه في قطع رقم تسعين عشرين في المؤطم. شركة اسمها عالم المحافزات للتجارة. آآ لنا فرع في السعودية. بنفس الاسم مع شركاء سعوديين. آآ احنا بنحب ان اتواصل مع العميل في مكانه. لان انا مش عامله تجربة عندي في المكتب. انا بعمله التجربة عنده في الحقل. فعندي مناديب بتلف الحقول تعمل تجارب لان الناس كلها ما بتقطع ناشي بتجربة الاخرين. كل واحد عايز يشوف كل واحد عايز يشوف يعنيه. وهو عنده حق ليه? لان بتاعته الظروف البيئية الدقيقة بتاعته بملوحة المية درجة الحرارة درجة الرطوبة آآ كسفت التربة قدرتها على تشرب الماء. كل العناصر بتاعته تختلف عن المزرعة اللي جنبه. كل تلتمية ربعمائة متر فيه بيئة مختلفة. فهو عنده حق. ومن حقه ان يشوف يعنيه. لان اللي هشوفه يعنيه هو مش هينساها عمره. غير ما ناعد اهدي محاضرة واكلم في فيديو واحلف له. آآ الكلام النظري دي كله لا يسمن ولا يغني من جوع. الناس كلها بتتكلم. انا مرة كان عندي عميل اسمه آآ بيري جيرجسون ده كان في مزرعة اسمها آآ نوفا في السعودية بتاعت آآ سمو النوفا دي مزرعة مساحية حوالي تلاتين مليون آآ متر والرجل عنده ماشطل ضخم بيخدم نفس المزرعة وعنده صاروة حيوانية وعنده نخيل وعنده تنوع نباتي عالي جدا. آآ الراجل قاعد سمعني وفي الاخر قال لي شوف يا ابن انا الكرسي اللي انت قاعد عليه ده قاعد عليك قابلوا ناس كتير قوي وبتتكلم كتير قوي. انا ما عادش بصدق كلام ما عادش بستخدم ودني. انا بستخدم بستخدم عناية. صح? انت امتى تقدر توريني نتيجة. قلت له بعد اسبوع. قال لي لا احنا الاسبوع جاي عندنا مهرجان وهنبقى مشغولين لمدة اسبوعين. قلت له ممتاز. احنا ممكن نتجرب النهاردة ونشوف بعد ثلاثة اسابيع. وقد كان. قال لي تجي لي بعد ثلاثة اسابيع. لقيت نتيجة. بقى ده يوم ساعدك وهناك. ما لقيتش نتيجة انا مش خرج من البوايب انا خرج من عصور. وموجودة صور النباتات بتاعته هنعرضها ان شاء الله في فيديو. ان شاء الله. اخر بقى سوال يعني لسه جاي في بالي حالا. اه دور في الزراع العضوية. طبعا حداك عارف الوضع اللي انا فيه دلوقتي وموظم الناس شغالة في موضوع الاورجانيك. ممتاز. فهل الديتومات تغنيني عن استخدام الاسمدة اللي هي كلها مواد مسرطنة ومواد تقيلة? ده مش الاسمدة بس ده تغنين عن الاسمدة وعن المبيدات. لان المادة حصل على شهادة الزراع العضوية الاوروبية كسماد وكمبيد حشري وكاضافة العلاف الحيواني. في العلاف الحيواني احنا ما كلماش عنه في الفيديو ده ولا اللي قابله. بتقوم بدور ضخم جدا. انها مانع للتكتل. اه اه انتي فيرل انتي توكسين اه مصدر للسيليكون والعناصر اللي موجودة فيه للحيوان. بترفع الصحة العامة للحيوان. بتقلل احتياجات البيتارية للحيوان. يعني لها وهنعمل لها فيديو مستقل لموضوعها في الانتاج الحيواني. سواء دواجن او حتى الارج انمل اه القبل والخيل بتعالج حتى الجرب اللي هو يعتبر من الامراض العاتية الصعبة التناول بيعالجها في خلال شهر واحد. بالعلاج المباشر بنحطها برضو مع مادة لسقة سواء عسل او اي مادة لسقة وبندهن بها الجرح فعلا بتديني شعر اه وبرء كامل للجرب خلال شهر واحد. احنا سعادات جدا بوجودك مع انا دكتور وان شاء الله بازن الله انا هنزل رقم حضراتك برضو. يا لو تسمح يعني. لا نسمح. احنا احنا يهمنا يهمنا ننشر ننشر الخير. الرزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. ورزقي لن يأخذه غيري. انما يهمنا ان احنا نعمل فتح للناس. نقلل الامباكت الرهيب بتاع المبيدات على الناس. وكسافة الامراض السرطانية. النتجة عن استخدام المبيدات بافراط. وعدم التزام الناس بفترة التحريم بتاع اضافة المبيد وجامع المحصول ودخول السوق. فالمادة الفترة التحريم بتاعتها صفر. يعني ممكن ترش النهاردة وتسيطر على المبيد النهاردة وتحصد النهاردة وتبيع للناس وتاكل النهاردة. الله المستعين وشكرا جدا. بارك الله فيك. شكرا. اشتركوا في القناة